إلى ذلك أكد السوداني أن إيران طلبت من العراق أن تتعامل معه بليوان الصيني أو اليورو كحل لكونها تخضع لعقوبات دولية وبيّن رئيس الوزراء أن هناك آلية بين البنكين المركزي العراقي والإيراني من أجل قسم ظهر السوق الموازي بحسب وصفه نحن عدنا تجارة مع الجارة إيران الجارة إيران عليها عقوبات ما مسموح لها أنه سيكون تحويلات مالية ماكو بنهوب فالتاجر اليوم أنا تاجر عراقي مشتري بضاعة من إيران شوان بناخذ الدولار ما أمطي أروح للمصرف ويحول عبر بنك بوراسي لا أروح للسوق الموازي حتى أغطي رغم أن الجانب الإيراني وفي آخر لقاء قال ما أريد الدولار خلت عامل باليورو بالإيوان بالدرهم بالدينار العراقي بالتومان الإيران وعندنا آلية الآن يعمل عليها البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الإيراني لإعداد خطة لتنظيم هذه التجارة وهذه راح تقسم طهر السوق الموازي ترجمة نانسي قنقر